التقى مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي سيد عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة وفي بداية تألق نقل معالي وزير الخارجية تحية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب اسم الملك رئيس الوزراء وصاحب اسم الملك ولي العهد إلى معالي سيد عمرو موسى وتمنياتهم له بدوام النجاح والتوفيق وتقديرهم العالي لما قدمه من جهود حفيثة خلال ترأسه للجنة صياغة الدستور الجديد في مصر والذي يعتبر نقلة واعدة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يحقق ويلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق في مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وأعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين الشديد بما يربطها وجمهورية مصر العربية من علاقات تاريخية مبنية على أسس متينة في كافة المجالات باعتبارها العمق الاستراتيجية للوطن العربي على مر التاريخ ومؤكدا على أن موقف مملكة البحرين ثابت في دعم مصر ومساندة إرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق طموحاته ومتمنيا النجاح والتوفيق لمصر في الانتخابات الرئاسية القادمة لتكمل دورها الريادي في قيادة العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية من جانبه قدم معالي السيد عمرو موسى تحياته لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفع والتقدم معربا عن شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة والمساندة لجمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة